لم يجدوا أمامهم سوى الريشة والألوان للتعبير عن معاناة شعبهم مجموعة من الفنانين قضوا يوما كاملا في رسم هذه الجدارية التي تعبر عن واقع الحصار الجدارية اليوم تتكلم عن وضعنا في غزة كيف هو صعب كيف وضعنا الاقتصادي السياسي كل الأمور هذه بنعبر عنها من خلال جدارية مدروسة من خلال رموز فلسطينية موجودة في الفن التشكيلي بنوصل فيها الرسالة لكل العالم احنا بنعتبر اللي هو فرشيتنا والألواننا هي مقاومتنا للاحتلال هي مقاومتنا انه نوصل صوتنا للعالم كل هيت وانه احنا شعب نستحق الحياة نستحق نعيش بكرامة نستحق انه احنا نطلع وننزل من بلدنا براحة وبأمان وبحرية ثمانية وثلاثون مترا هي طول الجدارية التي اختير ميناء غزة كموقع لها رمزية كبيرة عن التطلع نحو الحرية التي تحتاج الى صبر اعتادت المرأة الفلسطينية على التحليبه المرأة هي بنعبر فيها عن قطع غزة اللي هي الشامخة اللي هي بالضفيرة وانه حاملة وردة طبعا الوردة هي عبارة عن الامل وفي الجهة في الايد اليمين هي حاملة حمامة الحمامة تعبر حمامة السلام وانه حلم الناس في انه يعيشوا بحياة كريمة وبحياة افضل بألوانها وكلماتها وتفاصيلها تختصر هذه الجدارية احد عشر عاما من الحصار الاسرائيلي المطبق على اكثر من مليوني فلسطيني في قطع غزة جدارية تكتظ فيها معالم الالام لكنها لا تخلو من الامال امال بالحرية تحقق بعضها والبعض الاخر ما زال في الانتظار نجحنا بنسبة كتير كبيرة بكسر الحصار فنيا من خلال مشاركاتنا في دول اوروبية او عربية وبالتالي يمكن احنا مادناش نطلع كفنانين بس اعمالنا الفنية المشاركة صورنا ولوحاتنا هي لطلعت وبالتالي احنا تخطينا عقبة الحصار لنقدر نوصل للعالم الرسالة الانسانية الفلسطينية للشعب الفلسطيني امرأة والوان تجمع بين الدكنة والزاهية اسلاك شائكة قوارب بلا ابحار وصبار مثمر هكذا اكتملت الجدارية واكتملت معها الرسالة انقذوا غزة وحرروا قيودها لتلفزيون القدس محمد الاصطل قطاع غزة